بهدفه تطوير مفهوم دور اللجنة الوطنية وأخلاقيات البيولوجي وتنمية مقدرات الأكاديميين في الكليات الحكومية قامت وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية السورية للنوسكو بالتعاون مع مكتب النوسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت ورشة عاملين حول تعليم أخلاقيات البيولوجي وأخلاقيات البحوث أهميتها بشكل عام هي بتأخل كادرنا البشري وبتطور طبعا نحن قيمنا وأخلاقياتنا معروفة وتاريخنا معروف في هذا الأمر إلا أن هناك في بعض المحاور الديقة والجزئية والدقيقة اللي لازم وخاصة في مجال الطبي والبيولوجي أن يطلع عليها الباحث والعالم ونقل هذه الأسس والقيام إلى أجيالنا وإلى دارسنا في الجامعة اليوم نظم هذا النشاط خدمة لأهداف وزارة التعليم العالي التي تسعى دائما لتطوير العملية التعليمية وبناء قدرات العاملين فيها من أسادة جامعيين لدينا نشاط على مدى أربعة أيام سيوفر فرصة هامة جدا لتبادل الخبرات مع خبراء اليونسكو في هذا المجال ومع الخبراء والأسادزة في الجامعات الوطنية الحكومية والخاصة نحن اليوم مبسوطين كثير أن نلتقى بالشام من بيروت للشام ونلتقى بزملائنا بالشام كل اللي بيهتموا بتعليم الأخلاقيات بالجامعات وأنا مسرور كثير أنه في هالجمع من كل الكليات والجامعات لتأيوهن لنقدر نشارك مع بعضنا بأمور الأخلاقيات منظمة اليونسكو ليست فقط منظمة للتعليم بل لتعليم الأخلاق أيضا ونحن من خلال هذه الورشة وجدنا أن نضع أصص عن كيفية التعليم ووضع البحث العلمي بحيث لا يكون بحث علمي فقط بل بأن يكون تحفة فنية لكي يستفيد منها مجموعة الكوادر التعليمية ليصدروها للطلبة فيجب أن تشارك في هذه اللوحة الفنية أي الأخلاق مع العلم هذه الدورة تذكرنا أن أهمية إعادة اعتبار الأخلاقيات الحيوية في كل المجالات وإحنا كمؤسسات كمنظمات عالمية نقدر نقدم التعاون علشان نقدر نتخطى التحديات ونحلها سوا تأتي هذه الورشة بعد انعقاد القمة الإقليمية للجنة الوطنية في أخلاقيات البيولوجي التي عقدت في مسقط مؤخرا حيث تم عرض الإنجازات والتحديات في تعزيز أخلاقيات البيولوجي والأخلاقيات الصحية في حالة الصراع بما في ذلك القضية في سوريا فاقترحت منظمة اليونيسكو هذه الورشة لتعزيز قدرة أعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيين في أخلاقيات البيولوجي على التعليم والبحث في مجال الأخلاقيات اشتركوا في القناة